نتوقف عند تسلسل الأحداث، تسلسل التصريحات، قراءتها اليوم مرة أخرى نلقى ونردين طبوبي يرجع على التأويلات التي صارت بالنسبة لأكلمه هذا يكون لحين على سؤال اليوم هل تحتمل تونس مزيد من التصادم بين الاتحاد العامة تنسي للشغل والسلطة؟ لأن الأزمة بطبيعتها اقتصادية اجتماعية تنظاف إليها هذه الأزمة السياسية شكونا بشي حلها اليوم رياض؟ تونس لا تحتمل بأي شكل من الأشكال أي أزمة وأي صراع وأي سدام بين السلطة القائمة وبين منظمة بحجم الوطن كالاتحاد العام التونسي للشغل ومرة أخرى وسأكون واضحا في هذا على الأقل نحن وأنا شخصيا أميز جيدا بين الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظمة وطنية عارقة ساهمت في بناء الدولة الوطنية الاتحاد الذي هو متاع التوينس الكل وبين ربما تجاوزات أو أخطاء قد يقترفها أحد القيادات هذه المنظمة أو بعض النقابيين إذن فلنكون واضحين نحن يمكن أن نختلف مع الاتحاد أو قيادة الاتحاد أو جزء من قيادة الاتحاد ولكن لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نختلف على الاتحاد في الكلام اللي سمعته اليوم للأمين العام نور الدين الطبوبي حاول أن يتدارك الخطأ الجسيم الذي ارتكبه في الكلمة متاعه يوم السبت الماضي لأن الحقيقة الكلمة متاعه خلفت ردود أفعال كبيرة لا شعبيا فقط وإنما حتى عند الناس داخل الاتحاد وبالنسبة للناس اللي دفعت ضريبة الدم في البلاد هذه عائلات شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية أرملت الشهيد محمد البراهمي أرملت الشهيد كذلك شكري بالعيد بسمة بالعيد أولاد الشهداء الحقيقة آنس مع التصريحاتهم وقريت شنو دونه في الحقيقة وجيعة كبيرة حسوها بعد كلمة الأمين العام الذي نصب نفسه في ذلك يوم قاضي القضاة عندما برأ ذمنيا الأشخاص المدعين بالسجن في المرنقية عندما أعتبرهم بأنهم سجناء سياسيين أعتبرهم مناظلين سياسيين ومعتقلين لكن جاءوا بقارة ولكلام هذا خرجوه على سياقه تم تأويله أيضا للرأي العام وأن بعض وسائل الأعلام هي من ساهمت في تأجيز ذلك حاول ملك أن يتدارك كما قلت لكي ولكنه لم ينجح في ذلك ولم يكن مقنعا لأنه باستثناء الكلمة متاعه يوم السبت في نفس المسيرة شفنا اللافتات التي كانت مرفوعة شفنا كذلك البوندرول اللي كان متصدر المسيرة والذي يطالبه صراحة بإطلاق صراح المساجين السياسيين وسجناء الرأي والنقابيين النقابيين والله يجب أن نتفهم لكن كيف يتم اعتبار مثلا لأنه لمن العام لم يميز كيف يمكن اعتبار كمان الطيف مناظل سياسي أو واحد من سجناء الرأي ولا علي العريض ولا البحيري ولا الحبيب اللوز اللي في ذاته تصريحا له في شمس أفآم وانا نستحيح حتى باش نعاود التصريح متاعه يعني حرض وتوعد الشهيد شكري بالعيد بالقتل وبالتالي يا ملاك وللأسف في ذلك التصريح وفي تلك المسيرة وخاصة كيف زاد كمال حم الهمامي الأمين العام في اعتقادي في ذلك اليوم قتل شهداء الوطن مرة ثانية بذلك التصريحات العار في حقه وفي حق الاتحاد العام هو تختلف القراءات لكل ذلك رأي شكري بالعيد لنذكر أنه شكري بالعيد محامي الاتحاد العام تنسي للشغل ومحمد البراهمي واحد من النقابيين ومن أبناء الاتحاد العام تنسي للشغل ريال مشكي نمشيه في التحليل هذا ينزيد ونكبر الأمور أكثر مش يتم تهويلها بالفعل كما يقول الأمين العام لاتحاد العام تنسي للشغل مش من المفروض انهدئو متفق معاك ماليك وانا دي جادي باجة متاعي منول كانت واضحة ولكن ليفهم السيد الأمين العام نوردين الطبوبي أيضا حجم السخط والغضب الشعبي إيزاء تصريحاته يوم أثبت وإيزاء تلك المسيرة وكل ما شابها وإيزاء المواقف اللي الحقيقة ما عادناش فهمين مش نمشيه التوضيح على مستوى آخر إلى جانب النهضة خلقونه بكل وضوح